إيه اللي حمسك لفيلم الحريفة وخليك توافق إن إنت تغامر بقى إنه فيلم بيدي أمل وإنه فيلم بيتكلم على الشباب إحنا إحنا دلوقتي شوف عندنا كم مليون شابة في مصر أنا وأنا صغير كنت بدور على الأفلام بتتكلم عني ففكر إنه هو فيلم بيتكلم عن الشباب من طبقات مختلفة ده اللي شجعني أوا وإنه بيدي أمل في الحياة دي حاجة شجعتني أنا وأنا بقرأ سكيبت وأنا بصوره الأمل إنه يعني مش مهم هتقع كم مرة لأك هتقع هتقع بس المهم أن تقوم يعني حتى لو قعت مرة والتانية والتالتة برضو قوم هو ده اللي بيقول فيلم بص أنا كنت بلعب كورا ومصغير مش قوي بس إحنا علشان نعرف نخلي الدور زي ما هو إحنا أو بالطريقة اللي توصل بيها للناس إنه هو بروفاشنل لعيب كورا يعني بروفاشنل اتمرنا ثلاث شهور عندنا ثلاث شهور بنتمرنا كل يوم تدريبات كورا مع مدرب كورا وكانت يعني متعيبة بس كانت هايلة يعني أنا ما فيش حاجة ضمنها أنا ما عرفش ممكن الفيلم يعمليه أتمنى الفيلم ينجح ويكسر الدنيا بس أنا دايما اللي أتمنى حقيقيه أن أنا أعمل فيلم أنا رادي عنه أو فيلم أنا حاس أن أنا بزلت فيه المجود الكافي بس دورك إيه في الحريفة بتعمل إيه بقى؟ أنا ما أقدرش أحرق بص الفيلم أما ينزل هو يعني العيب كورا بيلعب فيناني كبير وظروف بتحصله فبيطار إيه يلعب في حتة تانية إيه الحتة التانية دي بقى؟ وبيعمله فيها أنا ما أقدرش أتكلم عنه عدت أذكر دوري عدت أتفرج طبعاً بتفرج عدت أتفرج على كتير على لعبة كورا أولاً يليني أنا ما كنش عامل مجود الكافي لأي دور ويليني أنا ما باش عامل دور حلو أو فيلم حلو أنا أتمنى دايماً أبقى أعمل حاجة حلوة يعني الناس تحبها كان ليك تجربة قبل كده أنك أنت عملت أغنية ما فيش أي تجارب في لها تاني ولا الموضوع خلاص؟ حصري بقى أولا معاك فيلم الحريفة أنا سجلت له أغنية ونزل قريب لا مش هادر مش هادر مش هادر مش هادر معايا حد بس مش هادر أقول مين أولا معايا بس هي أغنية سجلناها للفيلم وهتنزل قبل الفيلم